كما تحدثنا في الأيام الأخيرة عن توجه العديد من المدن في الدول العربية وغير العربية إلى رفع القيود تدريجيا لتعود الحياة إلى طبيعتها إلا أن دبي وهذا يحمل من الأمل ما يحمل وطبعا بلا شك الفرحة التي ستستأنف الحياة في المراكز والمؤسسات بنسبة 100% ففي سياق الاستئناف التدريجي إذن للأنشطة الاقتصادية وإعادة الحياة إلى طبيعتها بصورة مرحلية سمحت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بعمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص ومراكز التسوق بنسبة 100% وذلك اعتبارا من هذا اليوم خلال الأوقات المعلنة طبعا للسماح بالحركة في الإمارة والتي تبدأ من السادسة صباحا وحتى الحادية عشرة ليلا على أن يكون لكل مركز تسوق الحرية في اختيار ساعات العمل فيه ضمن تلك التوقيتات طيب غير أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث شددت على أن القرار يأتي مع مواصلة تطبيق كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تضمن سلامة وصحة العاملين في تلك المواقع وكذلك روادها وزوارها في كافة الأوقات وأهمها زيادة عمليات التطهير والتنظيف من قبل شركات متخصصة وأيضا قياس درجة حرارة كل من يدخل إلى مقر الشركة سواء من موظفين أو جمهور المتعاملين وأيضا توفير غرفة للعزل الصحي للحالات التي قد يشتبه بإصابتها أيضا وتحديد عدد الموظفين المسموح لهم الوجود في غرفة تناول الطعام وشددت اللجنة على ضرورة اتباع التعليمات الوقائية من ارتداء الكيمامات والحفاظ على التباعد المكاني بين الأشخاص والمسافة الآمنة وأيضا لننسى هنا استعمال المعقمات والحفاظ على غسيل الأيدي بالماء والصابون لكن لجنة إدارة الأزمات والكوارث في دبي نصحت بالاستمرار في العمل عن بعد لموظفي شركات ومؤسسات القطاع الخاص المعرضين أصلا لخطر العدوى كأصحاب الأمراض المزمنة للجهاز التنفسي وأصحاب المناعة المنخفضة والحوامل ترجمة نانسي قنقر